أخاطبكم اليوم ومعي دمية لأذكركم بحقكم في اللاعب رغم الظروف. دمية منحتني قدراً كبيراً من الطمأنينة عندما كنت صغيرة في بلد مثل بلدكم كان يعاني من ويلات الحرب. بسبب ما رأيته حولي عندما كنت طفلة أشعر بقوة بمعاناتكم وألامكم. أعرف أن الكثيرين منكم مروا بظروف قاسية لذا أريد أن أشاطركم كيف أنني عندما كنت فتاة صغيرة تعلقت بفكرة أن التعليم هو المفتاح لحياة أفضل. بعد ذلك عرفت أن التعليم هو حقاً لنا جميعاً وأحثكم على السعي للحصول عليه أينما كنتم. ورغم أن مواصلة التركيز أمراً صعباً للغاية في وسط كل هذه الإضطرابات أرجوكم لا تتوقفوا عن المحاولة لزيادة معارفكم وتوسيع أفاقكم ومعرفة حقوقكم. يمكنكم تحقيق المستقبل الذي تستحقونه. مستقبل تكونون فيه أنتم من يساعدون غيركم. وأعاهدكم بأنني سوف أعمل كل ما في استطاعتي للدفاع عن حقكم في التعليم. ترجمة نانسي قنقر